السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب أخذ هذه المجموعة من الاتصالات تفضل يا حفصة عندي ستعارات يا شيخ تفضل يا ختي أول بدأي أمي تزوجت أمي من غير ملشة مومن ومن غير عقل الزواج من غير صار عندها مرض خديث نعم وما تتوقف هي من غير ملشة مومن ومن غير عقل الزواج وشعال الثاني أصبر يا حفصة أصبر يا حفصة الآن الوالدة تقول أن تزوجت من غير عقد شرعي ومن دون ملكة لكن في شهود لا ماكو شهود كيف تزوجت أجل هي تستشهد زوجة واخطبها أهلها وتزوجت اخطبوها من أهلها نعم وافقوا أهلها أخل أهلها وافقوا على حنا وافقوا أهلها من اللي أخدها أخو زوجها أخو زوجها أخدها وجابت منه اثنين ولد أي يعني أهلها وافقوا على الزواج نعم وافقوا أهلها طيب طيب السؤال الثاني طيب السؤال الثاني واحد من غرائبنا حضل يأثب بلد وشهر الثاسع توصد ضبنا تقول هاني صير أسوي العقيق واملاء إن شاء الله وشعال الثالث عندي مرت أخوي توصد زوجه أي وما حدث هسته له رابح شهر طبت الشهر الخامس تقول يصير أحد من هسته هيوية حنا هيوية حنا تقول خامن ما أصير لحدي ليش ما حادث ما حادث شهر نوية حنا بنفسه يبيه طيب شعال يا حبصة السؤال الرابع عندي زوجي يشري حلال وبرخيص ويبيعه بغالي يشري بغالي ويبيعه برخيص يشتري حلال غالي ويبيعه برخيص إي شلون يصير يعني لا صار يحتاج هالي في نحتاج بعض مرات الظروف ما عندنا إي ويشتريه بغالي ويبيعه برخيص يشتري غانم يعني إي غانم يعني هون وش يتباعر يشتريها بالدين ويبيعها رخيص ها بدين يشتريها ويبيعها رخيص طيب عندك سؤال ثاءة خامس ايو سؤال الخامس عندي حديثة واحدة من غالبنا ذاك اليوم الخابرت افتعاد من العراق يعني تقول رفقه آمني بس ويا خامس رجال وش سوت ويا خامس رجال رفقه آمني يعني حملت نساء وياهم خمس رجال تقول يصير امشي له ما يصير ان شاء الله حفصة ايو وهادة السات هي هادثة البنتة اللي ابنة وفة تقول أنا عليها شهران اصومهن ناظرتهن الوجه الله وعندي يوم من رمضان مطلوبة يصير اصطر يوم من دل الشهران واصوم هادثة يوم من رمضان لو ما يصير يعني هي عليها صيام شهران متتابعين ايه متتابعين والآن قاعدة تصوم وبعدين الآن يدخل عليها رمضان وهي عليها يوم من رمضان هل تفطر علشان تقضي حق رمضان قصدك ايه والصيام شهرين نذر ها ايه نذر الوجه الله قالت شهرين متتابعين ايه متتابعين ايوه ان شاء الله مرحبا اختي مرحبا مرحبا فضل يا ابو عبد الرحمن لانها حائض طيب السؤال الثاني هل الحيضة التي كانت في وقت القلاق تحسب من العدة السؤال الرابع اذا كانت بائن بينونة كبرى كم عدتها ثلاث حيض ام تأخذ بالقول الذي يقول السبراء الرحم اي حيضة واحدة نعم السؤال الخامس قبل ثلاث ايام سألتك عن الشخصين الذين توفيها احدهم لا يصلي بالكلية والاخر يصلي ويترك حضرتك جوابت جواب مفصل جداك الله خير ولكن سؤالي بالتحديد هل ينفعهم الدعاء والصدق عنهم خاصة اذا كانوا هم من الارحام ان شاء الله ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن بالنسبة للسؤال الاول سؤالك ان سؤال تفقه وتعلم ولا سؤال حادثة موجودة لا لا حادثة موجودة موجودة عندكم ولا عندنا في بلاد المسلمين هنا لا لا عندنا في بلاد المسلمين عندكم في بلجيك نعم نعم هم جيران اي طي فضل السؤال السادس في احكام الميراث وردت لفظة السدس والثمون هل المقصود بالسدس والثمون يعني 6% و8% ام شيء اخر يعني شاد يعني فرضا الميراث 100 دينار كم هو السدس وكم هو الثمون لاك الله خير ان شاء الله يا ابو عبد الرحمن الله يباركي ذاك الله مرحبا أخو مرحبا مرحبا طيب ارجع الى اندي بقية اسئلة من اللقاء السابق الاختة امم محمد من ابو ظبي بارك الله فيها امم محمد تسأل عن تقليم الاضافر وحلق الشعر تقول هل ممكن ان يكون كل اسبوع او كل اسبوعين اختي امم محمد من ابو ظبي بارك الله فيك لا شك بان تقليم الاضافار وحلق شعر الابطين والعانة وقص شعر الشارب بالنسبة للرجل هذا من سنن الفطرة النبي عليه الصلاة والسلام قال الفطرة خمس وذكر منها الاستحداد والختان وتقليم الاضافار وحلق ونتف الابط وحلق شعر العانة هذا كله من سنن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها بالنسبة اخت الفاضلة لتقليم الاضافار لم يثبت في الاحاديث المرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام مدة اسبوع او اسبوعين بل الثابت من حديث انس رضي الله عنه انه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقليم الاضافار وفي حلق شعر العانة ونتف الابط ان لا نزيد على اربعين يوما بمعنى انه اذا بلغ اربعين دخل في النهي لذلك الانسان يقلم اضفاره في حدود هذه الايام ورد عن بعض الصحابة وبعض السلف الصالح انهم كانوا يقلمون كل اسبوع لكن حقيقة هذا يختلف باختلاف الناس تعرفين بان نمو الشعر ونمو الاضافار يختلف من شخص الى شخص بعض الناس سبحان الله خلال اسبوع تطول اضافر يديه اصابع يديه ويطول شعره مثلا يقال له يتأكد عليك الان انك تقلم الاضافار يطول يطالة كبيرة يعني فيتعين عليه بعض الناس كل اسبوعين بعض الناس كل شهر بعض الناس بالكاد الى ان يصل اربعين يوم مثلا فلذلك كل شخص طالت اضفاره في ظرف اسبوع او اسبوعين يطالة فاحشة بحيث ان الاوساخ بدأت تتجمع طالت الشعر المأذون باخذه مثل شعر العان والابط هذا يقال له يتأكد في حقك ان تأخذه الان اللي شعره خفيف واضافره خفيفة ممكن ينتظر الى اربعين نورة من السعودية تقول يعني انا عندي مبلغ جامعته لشراء منزل تقول مضى سنة كاملة حول كامل وفي الشهر الذي ازكي فيه قدر الله اني احصل منزل واشتريته تقول هل الزكاة تلزمني انا سألت الاخت نورة قلت لا طي في اي يوم من الشهر قالت لا ممكن اقدم وممكن كذا اخت نورة من السعودية بارك الله فيك يظهر والله اعلم ان الزكاة انشغلت ذمتك بها ذمتك انشغلت بالزكاة وتعينت عليك وذلك لان الشهر الذي تخرجين الزكاة فيه ما عندك يوم معين انت من بداية الشهر الى اخر اطلعين زكاتك وحصل انك وجدت بيت بعد مرور 12 شهر قمري عربي يعني ودخل عليك وقت وجوب الزكاة تعينت عليك الزكاة بارك الله فيك نورة من السعودية تقول يعني هناك بعض الناس يقولوا ما في شيء اسم عذاب القبر تريد يعني نصيحة ودليل على ذلك اختي نورة بارك الله فيك بالنسبة لي مسألة نعيم القبر وعذاب القبر هذه من اصول اهل السنة والجماعة فاهل السنة والجماعة يؤمنون ايمانا جازما بان القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النيران وقد دل على ذلك القرآن والسنة والاجماع والعقل حتى العقل دل على ذلك اما القرآن فهناك آيات كثيرة دلت على نعيم القبر وعلى عذاب القبر يقول الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني في القبر ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب ويقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولذلك في الآخرة هي في القبر حينما يسأل الإنسان في قبره ويحصل له النعيم ويقول جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال العلم العذاب الأدنى هو عذاب القبر والعذاب الأكبر هو عذاب النار عفان الله وإياكم وهناك أدلة كثيرة جدا يعني تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيم القبر أما السنة فنحن هذا الذي يقول ما في عذاب قبر أما يدعو في صلاته بهذا الدعاء في آخر التشهد قبل السلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال هو هو هذا الشخص الذي يقول ما في عذاب قبر هو يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم أن يعوذ بك من عذاب القبر والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله والنبي عليه الصلاة والسلام لما وضع قتل المشركين في معركة بدر ورموهم في القليب ناداهم وخصهم بأسمائهم فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدتم ما وعدني ربي حقا فتعجب الصحابة قالوا يا رسول الله كيف تكلموا أناسا ما توجيف يعني قال والله إنهم لأسمع لي منكم وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم والأدلة كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على إثبات نعيم القبر وعلى إثبات عذاب القبر والإجماع منعقد إجماع أهل السنة والجماعة إجماع أهل السنة والجماعة منعقد على أن القبر إما روض من رياض الجنة وإما حفر من حفر النيران ومما يدل الأختي الفاضلة على ذلك من جهة العقل يعني بعض الناس الآن وللأسف الشديد ينكر عذاب القبر لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالغيب إنما يؤمن بالماديات المحسوسة يقول طيب إحنا نشوف القبور والجثث فيها ما نشوف نار ما نشوف جنة ولا نشوف شيء هذا للأسف الشديد إن دل على شيء فإنما يدل إما على أنه لا يؤمن بالغيب وإما على أنه لم يعرف الإيمان بالغيب ولم يعرف كيف يؤمن بالغيب الغيب ما غاب عنه من الأمور الماضية من الأمور المستقبلة ومن الأمور الموجودة التي أخبر الله عنها وأخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا نراها الآن مثلا يا أخت نورة ألا يؤمن هذا الشخص بوجود الروح 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 الآن مهم موجودة بلى ما في أحد يقول أنا ما أؤمن بالروح يقول جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل وين الروح هذه الروح هذه وشلون شكلها هل لها شكل هل لها لون هل لها طعم هل لها هيئة معينة هذا غيب معنى موجودة في أنفسنا الروح هذه موجودة في أنفسنا ما يعلم أن إنسى غيب الله يعلم العقل ما هو العقل العقل ليس هو الدماغ هذا الدماغ يسمى العقل يقول محلها بالقلب وبعض العلماء يقول لأن الله تعالى قال لهم قلوب لا يعقلون بها وبعض العلماء قال العقل في النفس يعني داخل القلب والنفس والدم هذا العقل موجود يقول هكذا يقول العقل أما الدماغ هذا غير العقل صعير أو اتصال بالعقل لكن هذا يسمى الدماغ طيب وين العقل أحد مسك العقل بيده أحد شاف العاقل مثلا ما أحد شافه و كذلك الروح طيب هذا غيب موجود عندنا الآن و إحنا مش قادرين نشوفه الأمر الآخر الله عز و جل لما أمرنا بالإيمان بالغيب تصديقا له جل وعلا و تصديقا لنبي عليه الصلاة و السلام ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و إلا لو كان كل ما أخبرنا الله عنه عز و جل و كل ما أخبرنا عنه النبي عليه الصلاة و السلام لازم أشوفه بأعيننا ما صار غيب ما سمي غيب هذا و لذلك الإيمان بالغيب أني أصدق الله عز و جل بكل ما أخبر و أصدق النبي عليه الصلاة و السلام و لا أجعل عقل هو الحاكم على نصوص القرآن و السنة العقل هو مجرد شاهد و النص هو القاضي فإذا القاضي رأى بأن العقل فيه خلل اللي هو الشاهد رده و طرده و لذلك ما يمكن أبدا صريح المعقول أن يخالف صريح المنقول و أيضا أمر آخر الآن الإنسان الله عز و جل عطانا آية مصغرة على عذاب القبر و نعيم القبر النوم الآن من آيات الله عز و جل ما نراه في منامنا تشوفين بعض الناس الآن إذا جلس من النوم يجلس مبسوط و يضحك و مسرور و من شرح صدره تنعم أثناء نومه لماذا؟ لأنه شاف رؤية طيبة و شاف رؤية صالحة و جلس يضحك و مبسوط و يبقى اليوم كله في نعيم في ناس إذا جلسوا من النوم يشعر بحزن و ألم حتى أنه تجد يقول جسمي عورني لأنه شاف رؤية في المنام أزعجته مع أنه رؤية يمكن هو جالس أو نايم عفوا نايم بين أناس ما يشعرون فيه هو جالس يتعذى في منامه و هذا جالس يتنعم في منامه آية من آية الله سبحانه و تعالى و ذلك الله عز و جل امتحننا و اختبرنا و العذاب و النعيم على الروح و للجسد يتصال بالروح يعني أصل العذاب في القبر يقع على الروح و أحيانا تنعم الروح و تعذب بمعزل عن الجسد و أحيانا تعذب و تنعم و هي متصلة بالجسد في القبر و فيه أشياء في عالمنا غايبة عننا لكن نحن نؤمن بها الناس ما يؤمنون بوجود الجن هاي يوم أخت نورة يؤمنون بوجود الجن طيب و وش أشكالهم و متى شافوهم ما شاء هو إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم الصحابة رضي الله عنهم كان الرسول صلى الله عليه و سلم يجلس معهم و ينزل عليه جبريل عليه السلام و هو في المجلس ما حد يشوفه ما حد يراه حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني لما قال رجل أراد أن يرى كيف حالة النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي لما نزل عليه الوحي ما شاف لكن غطوه يقول كاد تفخذي أن تنكسر أو يعني تنخلع من ثقل ما حصل للنبي لأنه كان رجل تحت رجل النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الوحي هو ما شوف أحد هذا غيب ولا لا غيب النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزل عليه الوحي هو في فراش عائشة رضي الله عنه ما شافت عائشة لكن مؤمنة بالوحي مؤمنة بجبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاف جبريل على صورة الحقيقية إلا مرتين إلا مرتين الباقي يأتيه هكذا مثل يأتيه من دون وأحيانا يأتيه على صورة صحابي من الصحابة أو أعرابي كما جاءت بذلك الأحاديث والمقصود يا أخت الفاضلة يعني الإنسان المؤمن يجب عليه أن يسلم لله وأن يسلم لرسول الله ولا يجوز له أن يخاطر بإيمانه وبدينه يعني بعض الناس الآن جالس يتفذلك ويتحذلك وينكر أشياء جاءت في القرآن والسنة وانعقد إجمع أهل السنة عليه كيف تخاطر في هذا أنت ما تؤمن بالجنة والنار يقول بلى طيب وين الجنة والنار وين فيه في السماء ولا في الأرض ولا يمين ولا يسار ومخلوقة ولا ممخلوقة يؤمن بهذا يؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدا وما شافها طيب ليش تنكر عذاب القبر فقط لأنك والله فتحت القبر وشفت الميت على حاله يعني لازم تشوف الميت يتقلب على جمر جهنم حتى تؤمن ولا تشوف الرجل في قبره يتقلب في روضة من رياض الجنة حتى تؤمن ما صار غيب ما صار إيمان بالغيب واضح لذلك المسلم دائما يسلم لله ويسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخاطر بعقيدته وبإيمانه ولا يستمع لهؤلاء الذين ليس لهم حظ من العلم أو لديهم ثقافة لكن ما عندهم العلم المؤصل المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر لو سألت عن علامات الساعة قال حق علامات الساعة هو ما شاف بعد ولا جاءت بعضها طلع بعضها وبعضها ما جاء لماذا لأن يقول أنا مصدق بالله ومصدق برسول الله سبحان الله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كيف تؤمن بهذا وتترك هذا تؤمن بالجنة والنار وتؤمن بعلامات الساعة وتؤمن بوجود الروح وجود العقل وهذه كلها غائبة عنك وتنكر عذاب القبر يعني لا تخاطر بدينك ولا تغامر بإيمانك ولذلك أخت الفاضلة الجواب طبعا طويل لكني حرصت وطولت شوي لكن لطلبك أني أقدم شيء من النصائح والأدلة أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجواب ينفعني أولا وينفعكم ثانيا حفصة من العراق تقول والدتي تزوجت من غير عقد يعني من غير ملكة ومن دون كذا ثم قالت توفيت بمرض السرطان توفيت وأخذت حماها اللي هو أخو زوجها بعدما مات زوجها حفصة بارك الله فيك أولا أنصحك أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك إذا عرضت السؤال تعرضين بكامل صورة الحمد لله لأنا استنطقتك واستفسرت منك واتضح أن أمك ما شاء الله يعني تزوجت زواج شرعي وزواج الحمد لله سليم ونظيف وما عندها أي مشكلة احرصي يا أختي الفاضة لأن قد تعرضين سؤال على بعض المفتين مثلا يكون مشغول باله عنده كثابة يعني سيل من الاتصالات وما يستفهم منك مثلا وقد يقول لك جواب تحزنين وتأخذين صورة سيئة عن والدتك مثلا فاحذري يا بنتي الله يرضى عليك مستقبلا أنك إذا جيت تسألين اسألي سؤال مرتب واذكر المسألة كاملة يعني أنت أول ما سألتين قلت الله يستر كيف زواج على غير الإسلام وعلى غير الإيمان وما في ملكة هذا أول ما ينقدح في البال ويمكن كل من شاهدنا واستمع إلى جوابك قالها هذه كيف تزوج هذه وين عايشة في أي بلد لما استنطقتك واستفسرت منك تبين بأن الأمور طبيعية حفصة أمها رحمها الله وغفر الله لا وجعلها الله إن شاء الله شهيدة بسبب الموت بمرض السرطان مات زوجها وبعدين راحت بعد العدة تزوجت أخو زوجها يجوز ولا لا يجوز يجوز للمرأة أن تتزوج أخي زوجها بعدما مات أو طلقها وبانت من زوجها يجوز لها تأخذ حماها ما فيش دليل يمنع تأخذ حماها وتأخذ خال زوجها وعم زوجها جائز هذا الأمر الأول الأمر الثاني ما دام حماها تقدم لأهلها ووافقوا على ذلك يعني الولي وافق الحمد لله برضاها وبموافقة الولي وبعدم وجود المانع بينهما مثل رضاعة أو شيء من هذا القبيل أو صلة مثلا ما في صلة ولا رضاعة ولا شيء يمنع الحمد لله أكيد الأهل اشهدوا على هذا أبوها وأخوها وأنتم بعد موجودين يعني أكيد في ذكور شهدوا على هذا الحمد لله نكاح صحيح ولله الحمد وإذا جابت أولاد أولاد شرعيين ولله الحمد قضية التوثيق هذه في المحكمة هذه الطالب فيها الدولة يعني الدولة بتعاقبها وتعاقب زوجها إذا ما وثق العقد لماذا؟ لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة يترتب عليه وجود أولاد يترتب عليه القيد والسجل يترتب عليه أشياء كثيرة هذه مسألة ثانية لكن النكاح صحيح بارك الله فيك واطمئني وادعي لوالدتك بأن الله تعالى يجعلها شهيدة إن شاء الله من أهل الجنة حفظة تقول وحدة من قرابتها تقول توفي لها ولد في بطنها عمره تسعة أشهر تقول هل يمكن أن أصنع له عقيقة حفظة بارك الله فيك الجواب نعم تصنع له عقيقة لأن هذا الجنين قد نفقت فيه الروح والقاعدة الشرعية أن الجنين إذا بلغ أربعة أشهر فإنه قد بلغت فيه الروح وتجرى عليه بقية الأحكام هناك مستثنيات في بعض الأحكام لأن بعض الأحكام تتبعض في الحالة الواحدة منها أنه لا بأس يعني يستحب لها أن تعق عنه العقيقة طيب لكن هل يجب؟ الجواب لا ما يجب وإنما على سبيل الاستحباب بارك الله فيك وعوضها الله خير حفصة تقول عندي زوجة أخي توفي زوجها يعني للأسف ما يعني حادت عليه والآن مضى عليها أكثر من أربعة أشهر دخلت في الشهر الخامس تسأل تقول يعني هل تقضي الحداد؟ أختي حفصة بارك الله فيك الحداد ما يقضى لأن المرأة يبدأ عدتها أو تبدأ يبدأ الحداد على زوجها من ساعة الوفاة علمت أو لم تعلم علمت أو لم تعلم توفي اليوم الظهر بدأت العدة علمت أو لم تعلم إذا ما علمت إلا بعد شهر خلاص يكون شهر كامل هذا قد فات عليه يبقى عليه ثلاث أشهر وعشرة أيام الآن مرت أخوكي تقول بأن ما حادت السؤال لماذا؟ إذا كانت عامدة قاصدة تقول أنا ما أريد الحداد فهي آثمة تتوب إلى الله وتستغفر الله وتندم على هذا الفعل وتكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه وأيضا تكثر من الأعمال الصالحة والصدقة لأنها خالفت أمر الله عز وجل إذا كانت لا هي جاهلة تقول والله أنا جالسة بين حمواني وجالسة بين أهل زوجي وكيف أحاد يعني هي قصرت في سؤال أهل العلم ومن الذي قال لها بأن المرأة المحادة إذا كانت تعيش في بيت في حموانها وأقارب زوجها مثلا أخوان زوجها مات حاد من الذي قال هذا من الذي قال ما أحد قال من أهل العلم تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه طيب عندها خمسة أشياء ما تلبس الثياب الجميلة ولا تلبس الذهب ولا تضع الكحل بالعين ما تتكحل ولا تتمكيج ولا تصبغ شعرها مثلا ولا أيضا تلبس الذهب وما تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة ولو افترضنا أنها في البيت وشاف أحد حموانها ما بطلت عدتها ما بطلت عدتها فهي للأسف يظهر بأنها عندها يعني جهل في هذه المسألة كان الواجب أنها تتصل بالعلماء تتصل بأهل العلم والفتية تقولوا بالله أنا ما عندي بيت إلا في بيت أهل زوجي وأهل زوجي عنده أخوان زوجي موجودين كيف أصنع العدة وكيف يكون الحداد علموها عموما الآن ما عليها شيء إذا كانت جاهلة وما استطاعت تسأل أرجو الله تعالى أن يغفر لها وما في قضاء للعدة العدة عدة المرأة المحادة ما تقضى بارك الله فيك حفصة تقول زوجها يشتري حلال بثمن غالي وبيعه بثمن رخيص تقول ما حكم ذلك أختي حفصة بارك الله فيك يظهر والله أعلم أن زوجك يمر بضائقة مالية فيذهب يشتري الغنم بأقصات شهرية أو على وعدة معينة بثمن ويبيعها بأرخص حتى يحصل على النقد إذا كان والله هو محتاج إلى النقد ومحتاج إلى المال لا حرج هذا مخرج من المخارج التي جعلها التي يعني رخصت فيها الشريعة بشرط أن ما يبيع الغنم على الاشترا منه واضح؟ قولي لما يجوز له ويحرم عليه أن يبيع الحلال اللي اشترى بأقصات على اللي اشترى منه وأنما يبيعه إلى طرف آخر يبيعه إلى طرف آخر وأيضا من الشروط أنه صاحب الحلال ما يجوز يشترط عليه يقول له إذا تأخرت في سداد الدين بنرتب عليك غرامة مالية يصير هذا ربا ما يجوز بارك الله فيك حفصة تقول عندي امرأة من أقاربي تريد أن تسافر إلى العمراء تقول مع رفقة آمنة ومعهم خمسة رجال تقول ما حكم ذلك يا حفصة بارك الله فيك أنا لأجوبة كثيرة ومطولة ومفصلة في هذه المسألة وقلت بأن هناك قول لبعض الفقهاء جواز ذهب المرأة مع رفقة آمنة ورفقة الآمنة هي مجموعة نساء ومعهم قد يكون معهم محارمهم مثلا مع أمن الطريق هذا قول اختاره جمع من أهل العلم ومذهبان فقهيان يقولان به الأمن أمن الطريق مع الرفقة الآمنة القول الثاني بأن المرأة ما تسافر إلا مع ذي محرم فإذا ذكرت تقول والله هم يختارون هذا القول أو هناك من يفسيهم يعني وجود الرجال رجال مع مع نسائهم يعني محارم هذا يسمى رفقة آمنة أيضا بارك الله فيك حفصة تقول أنا علي صيام شهرين متتابعين نذر لوجه الله جل وعلا وعندي يوم من رمضان هل يمكن أنني أفطر في صيام النذر لأقضي هذا اليوم أختي حفصة بارك الله فيك بالنسبة لك إذا كنت قد قلت علي صيام شهرين متتابعين لله عز وجل إن شف الله مريضي أو إن رد الله غائبي أو شيء وبدأت الآن يعني بدأت من شهر أول رجب ثم الآن أنت في شعبان ما يحصل أنك تستطيعين قضاء ما يحصل أنك يعني سيدخل معك رمضان ما تفطرين بارك الله فيك لأن النذر هنا النذر أقوى من القضاء في هذه الصورة النذر أقوى من القضاء في هذه الصورة خاصة وأن اليوم الواحد ممكن يتدارك تتداركينه بعد صيام رمضان تقضينا مثلا في شوال أما أنت الآن فأنت في حالة صيام للنذر اللي اشتردت أن يكون شهرين متتابعين بمعنى لو أفطرتي اختيارا منك فإنك تأتين بالصيام من جديد من أوله كما ينص على ذلك أهل العلم ولذلك تكملين ثم بعد ذلك تقضيين أنت يسر لك أعتقد بأنه حسب ما فهمت من سؤالك بأنه سيتصل برمضان تقضيين بعد شهر رمضان أبو عبد الرحمن من بلجيكا سأل مجموعة أسئلة حول حال الطلاق يقول رجل طلق امرأته ثلاث طلقات في مجلس واحد وكانت حائضا يسأل هل يقع الطلاق وهل الطلقات الثلاث تحتسب ثلاث وهل العدة تحتسب من الحيضة التي وقع فيها الطلاق تحتسب من العدة وهل إذا بانت المرأة بيننا كبرى تعتد بحيضة واحدة أو بثلاث حيض إلى آخر ما ذكر طبعا الأخ أبو عبد الرحمن أنا سألت قاصد هل هذا تفقه وتعلم ومذاكرة أم أنها قضية حاصلة قال قضية حاصلة طيب سألت سؤال ثاني قلت هل هذا بلادكم في بلجيكا ولا موجود هنا قال في بلجيك لماذا أقول هذا الكلام لأن هذه قضايا قضايا الطلاق حساسة جدا ولذلك أنا ما أفتي للناس بقضايا الطلاق وإنما نحيلهم إلى المحاكم فالمحاكم هي التي تتولى هذا لكن الأخ أبو عبد الرحمن يعيش في يعني بلد غير مسلم ويحتاجون إلى مثل هذه الأسئلة أخي الفاضل بالنسبة لهذه المسألة مسائل الطلاق أولا أنت سأل تقول هل الطلاق الثلاث الذي حصل في مجلس واحد تعد طلقة واحدة أو ثلاث طلقات أنا سأجيبك يعني جواب علمي لا جواب فتوى بمعنى لا تروح تأخذ يعني كلامي تقول أم الله الشيخ فلان يقول ترى الطلاق وقع أو الطلاق لم يقع انتبه انتبه يمكن قد يكون عندكم يعني طلبة علم يكون عندكم مجلس فتوى تراجعون بالنسبة للطلاق يعني الثلاث إذا حصل في مجلس واحد فهذه مسألة خلافية من أهل العلم من ذهب إلى أنها ثلاث الثلاث ثلاث وهذا قول جماهير أهل العلم ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الثلاث إذا جاءت بلفظة واحدة أو جاءت ثلاث متفرقات بمجلس واحد فإنها واحدة وهذا الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد أبي بكر الصديق وصدر من من خلافة عمر بن الخطاب تقريبا السنتين الأوليين كانت الفتوى على هذا أو أكثر ثم بعد ذلك لما رأى عمر أن الناس تهالكوا في هذه المسألة ألزمهم أن الثلاث ثلاث أن الثلاث ثلاث فالذي يظهر والله أعلم أنه الراجح وليس هذا فتوى لك أن الثلاث إذا كانت بلفظ واحد أو بثلاث طلقات بمجلس واحد يعني غير يعني متفرقة المجالس فإنها واحد هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة للطلاق هل يقع في الحيض أم لا أدي مسألة أيضا خلافية جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الطلاق يقع في الحيض مع الإثم هناك فريق من أهل العلم يذهب إلى أن الطلاق في الحيض طلاق بدعي لا ينفذ ولا يقع ويستذلل ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد قالوا هذا طلاق مردود ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر بن الخطاب أن يأمر ابنه عبد الله عبد الله لما طلق امرأته أن يراجعها وإن كان الحديث حقيقها يصلح دليل للفريقين الجمهور يقولون بأنه حسبت عليه فيها لفظة وهي محل بحث عند أهل العلم من جهة الثبوت وفريق الذين يقولون بأنه لا تقع قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يراجعها ولم يحتسبها له شيء فلذلك هل يقع الطلاق في الحيض أم لا قلت لك الجمهور يوقعونه وبعض العلماء وهو اختيار جمع أيضا وهي إحدى الروايات عن بعض أئمة المذاهب أنه لا يقع أنه لا يقع وهذا تعليم وليس فتوى المسألة الثالثة يسأل عن الحيضة التي وقعت فيها الطلاق هل تحتسب أم لا على قول الجمهور الذين يوقعون الطلاق في الحيض ما تحتسب ما تحتسب وإنما بعدما تطهر تستقبل حيضة جديدة تكون هي الأولى يسأل أبو عبد الرحمن عن مسألة البينونة الكبرى إذا بانت المرأة من زوجها بينونة كبرى هل عدتها تكون حيضة واحدة استبراء ولا تكون ثلاث حيضات كبقية المطلقات جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها ثلاث حيضات المطلق البائن بينونة كبرى ما معنى بينونة كبرى؟ هي المرأة التي طلقها زوجها الطلقة الثالثة الأخيرة والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا نكاح رغبة لا نكاح تحليل فيموت عنها أو يطلقها حتى ترجع للأول هو الآن يقول طيب هذه طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى هل الآن المرأة تنتظر ثلاث حيض حتى تخرج من العدة ولا حيضة واحدة؟ قولا الجمهور يقولون ثلاث هناك قول بأن حيضة واحدة تستبرأ وقد اختار هذا جمع من أهل التحقيق من أهل العلم من أهل التتبع والاستقراء ولذلك المسائل اللي ذكرتها كلها فيها خلاف يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي عنك أبو عبد الرحمن من بلجيكة يقول أنا سبق أنني سألتك عن شخصين توفي أحدهما كان يصلي ويترك ثم مات أثناء تركه للصلاة والثاني كان لا يصلي بي الكلية يسأل يقول يقول بأني أنا فصلت له الجواب في حكم تارك الصلاة لكن بقي جزء من السؤال ما أجبت عليه كما ذكر هل ينفعهم الدعاء أو الصدق عنهم أبو عبد الرحمن فيما أظن والله أعلم أني أجبت ضمنا على سؤالك لأن العهد قريب والسؤال أظنه قبل أيام أو أسبوع أظن أظن والله أعلم بأني أنا أجبتك ضمنا بالنسبة لي من يقول بأن التارك للصلاة ولو كان متساهلا متهاونا يكفر الكفر الناقل قال ما ينفع لا صدق ولا دعاء ما ينفع لا صدق ولا دعاء وأما الجمهور الذين يرون بأن من مات ملتزما لصلاة بقلبه مقرا بوجوبها لكنه تارك لها وهو من أهل لا إله إلا الله قالوا بأن هذه الكلمة تنفعه ولذلك قالوا لا يخرج من الإسلام عليه ينفعه الدعاء والصدق والاستغفار الشخص الثاني الذي كان يصلي ويترك هذا أهوى من الأول يعني لو ما بحثنا موضوعه تحت هذا التفريق الذي ذكرته أنا يكون يدعى له ويستغفر له وأيضا يتصدق عنه تفضل يا سارة السلام عليكم الشيخ السلام ورحمة الله يا شيخ أني ألو تفضل يا سارة ألو يا شيخ أنا أمي توفت منذ ثلاث سنوات ألو تفضلي يا أختي تفضلي اسألي اسألي قلت لك أنا أمي توفت منذ ثلاث سنوات صارت مشكلة في العائلة شوي أختي قالت جرى المشكلة المشكلة هذه قلت نبيدي مش حنجين بلسلين هنا يجاني والمشكلة هذه لها ثلاث سنوات لغاية هو منذ ما جاشت من الحاجة إيش سبب المشكلة؟ مشكلة عائلية يعني سأتي بعض يعني مش العائلية هي مدهية ما لهاش تفضلي بس هي جراسة إن المشكلة الثلاثة في وفاة إنه شويهي قلت نبيدي مش حنجين بلسلين طيب يا سارة أنت تقولين بأن الوالدة توفيت من ثلاث سنوات بعد وفاة الوالدة صارت مشكلة في العائلة أختك أصبر 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 حتى أنا أكون مستوعب للسؤال لأن الصوت مشوش عندي تقولين بأن أختي قالت خلاص أنا سأقاطع العائلة وبعدين أرادت هي الآن أن ترجع تقول ماذا عليه هل حلفت هي؟ لا يا شيخ المشكلة في عزاء والدتنا طيب في عزاء والدتكم طيب الآن حصلت قطيعة بين نساء العائلة في بعض نحنا بأننا المشكلة في عزاء أي أو شوية أختي قالت أبي لي خلاص مش حنجين ينبتل لدر المشكلة هذه أنا أبي لي مش حنجين ينبتل أثنين هني جنة أي وهم لغاية تقول هن ترسل ما زناش طيب وأختك الآن ندمانة تبغى ترجع لهم يعني أختي توز علينا عشان سلسل أحمد في الحرام نحن ندورهم مش نعزل عليهم ونبي نعزل ونبهد ونطمر عليهم ونشوف طيب واضح يا سارة بارك الله فيك تضل يا أبا رشاء السلام عليكم يا شيخ السلام عليكم معي سؤالين يا شيخ أول سؤال تضل يا أبا رشاء يقرأ من الجوال بأسرات النوافل يقعي أبا رشاء أيها انقطعت الصوت قعد السؤال لو سمحت يمكن يقرأ واحد بأسرات النوافل من الجوال إن شاء الله وتسؤال الثاني صلاة الفجر عن القنوش فيها الجائج ونحن لا أيش صلاة الفجر أيوة أيش فيها القنوش فيها الجائج واي القنوش إن شاء الله والسؤال المرأة التي يتمثل مع جو zombies لعن 여러�جائجها هاي آتمة أو لا المرأة تمثل مع غير زوجها المرأة التي ايش تمثل تمثل أيها كيف تمثل يعني مشال سبعتك ها طيب طيب شكرا يا شيخ شكرا يا برشا صدر عبد الله عبد الله السلام عليكم عليكم السلامة الله الشيخ ما هو أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي سورة العرب ومصر المدسات شكرا يا عبد الله شكرا شيخ مرحبا أبو أحمد السلام عليكم عليكم السلام شكرا يا شيخ مرحبا أبو أحمد يا شيخ أنا عندي أحد أقار في بلد ثاني لدي أشتري بيت سكن نعم والشركة المالكة البيوت تأخذ منهم المستمسكات وسروح تسحب حق البيت من بنك البنك يخلي عليهم يضيف عليهم 2% أرباح بس إذا تأخروا تأخروا بتدفع يقول ما يخلون ما يغرمون ما يغرمونهم يقول ما يغرمون يقول بس يحطون أرباح تقريبا 20 مليون بعملتهم يضيفون على هذا حق البيت الأصلي يعني الآن تقصد أبو أحمد بأن الحالة أنه يريد يشتري بيت مثلا سكن الشركة المالكة للبيوت تأخذ المستمسكات وتذهب بها إلى البنك المصرف المصرف الآن يصرف المبلغ للشركة لا لا يصرفوا للشركة للشركة طيب الشركة تقوم تبيعها على المواطن ولا كيف تبيعها على المواطن بس يبغى مرهون للمصرف يظل مرهون نعم طيب واضح يا أبو أحمد مشكور شكرا يا شكرا مرحبا طيب أرجع إلى الأسئلة أبو عبد الرحمن من بلجيكة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لأحكام المراث السدس والثمن يعني يقصد يقول هل المقصود هي ستة بالمية وثمانية يعني ثمانة بالمية مثلا هل هذا المقصود أخي أبو عبد الرحمن من بلجيكة الجواب نعم بالنسبة لي مسائل المراث مسائل المواريث القسمة هذه الواردة في القرآن يعني السدس والثلث والثلثين والربع والثمن والنصف أيضا كل هذه المقصود هذه النسبة المعروفة لكن الحسابات من حيث توزيع الأسهم قد تختلف باختلاف باختلاف الحال يعني أحيانا قد يكون هناك أشخاص مثلا مثل العصبة ليس لهم تقدير أحيانا فيأخذ بغير هذه النسب يأخذ الباقي مثلا أو مثلا إذا اجتمع البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنتيين بارك الله فيك سارة من ليبيا تقول والدتي توفيت من ثلاث سنوات أثناء العزاء صارت مشكلة بين يعني نساء من أقاربنا غضبنا وزعلنا وقالت أختي أننا ما نكلم فلانا التي تسببت المشكلة وحصل يعني ما حصل والآن من ثلاث سنوات يعني تقول هل هناك شيء لو عدنا مثلا يا سارة بارك الله فيك أولا لا شك بأن الشيطان حضر في حالة العزاء ويعني فجر الحالة بين بعض أقاربكم وللأسف أفسدوا عليكم العزاء وأنتم غضبتم وهذا شيء طبيعي لأن الوقت والحال ليس وقت معارك وقيل وقال إنما تسلي لأهل الميت في مصابهم وتعزيتهم في يعني ما ألم بهم طبيعي جدا لكن ما ينبغي للإنسان أنه يقطع رحمه وينصرف عن أقاربه خاصة وأن القضية مضى عليها ثلاث سنوات ما عليكم شيء الحمد لله الواجب على يعني هذه المرأة التي تسببت في المشكلة أن ترجع وأن تعتذر وأن تطرب العفو والصفح والحل هذا هو الأصل إذا كان متمسكة برأيها ومتعصبة لكذا أنتم كونوا أفضل منها وخير عند الله سبحانه وتعالى تزورونها تجمعونهم مثلا في مناسبة بالنسبة لأختك أو أنت أو أي يعني واحدة منكم أو من كنا إذا أقسمت باللقات والله العظيم ما أكلم فلانا ولا أزورها ولا كذا تكفر عن يمينها ثم تكلمها وتزورها أبو رشا من اليمن يسأل عن يعني حمل الجوال في صلاة النافلة والقراءة وقراءة القرآن منه ما حكم ذلك أبو رشا بارك الله فيك هذه مسألة ذكرها العلماء فيما يتعلق بحمل المصحف في الصلاة والمسألة فيها بحث طويل فالراجح من أقوال أهل العلم جواز حمل المصحف في صلاة النافلة قيام الليل أو بقية النوافل ما دام أن الشخص لا يتحرك كثيرا في الصلاة والأفضل أن يضعه على كرسي أو على محمول أو على حامل يحمل المصحف وينظر إليه فإذا ما استطاع حمله بيده والجوال كبقية الأشياء ما دام أنه يضبط الأمر ولا يتحرك كثير يجوز له أن يقرأ من الجوال في صلاة النافلة أبو رشا من اليمن يسأل عن القنوط في صلاة الفجر يقول هل هو جائز أم لا يا أبو رشا بارك الله فيك القنوط قنوط النوازل هذا هذا في واقع الأمر مرتبط بولي الأمر يعني الحاكم السلطان هذا الذي نص عليه أهل العلم وهو الدعاء للمسلمين في نازلة من النوازل مثلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا واحدا فقط يدعو على بعض القبائل اللي قتلت أصحابا من القراء ثم ترك لكن المسألة فيها خلاف عندنا مذهبان فقهيان يقولان بأن القنوط هذا مرتبط بولي الأمر إذا أذن به في المساجد على أن يكون مدة محددة أسبوع أسبوعين شهر مثلا شهرين حتى تزول النازلة وتذهب الباقعة القول الثاني مذهبان أيضا فقهيان يقولون بأن دعاء القنوط في الفجر باقي ولذلك نجد من يعتنق المذهبين يقنطون في صلاة الفجر وبعضهم يقنط جهرا وبعضهم الإمام يقنط سرا ولذاك تشاهدون بعض إمة المساجد في بعض الدول طبعا يقف بعد الركوع من الركعة الثانية في صلاة الفجر قليلا يطيل يعني لأنه يدعو سرا وبعضهم لا يجهر بذلك عموما هذه مسألة خلافية والخلافية واسعة ولكن عموما إذا صليت خلف إمام يقنط لا تخالف لا تخالفه وإذا أنت تعتقد بأن القنوط سنة صليت خلف إمام ما يقنط لا تخالفه بارك الله فيك أبو رشا من اليمن يقول ما حكم المرأة التي تمثل مع غير زوجها طبعا سألت أبو رشا أنا تعجبت قال لا هي الممثل أخوي الفاضل بارك الله فيك هذه مسائل يعني هي ليست على الحقيقة ما يقومون به فما يتعلق بترتب الأحكام الشرعية فيما يتعلق يعني عقد النكاح والطلاق والشيء أعتقد بأن هذه يعني أصلا هي مبنية على غير الصدق ولذلك ما يترتب عليها كما ينص الفقه على ذلك أنا أتكلم على الأثر ما أتكلم على الحكم من حيث الأصل فأنت سألتني امرأة متزوجة مثلت مع غير زوجيا على أنها زوجة هل تكون زوجا الجواب لا لأن هذا ليس صدقا بارك الله فيك عبد الله من دبي يسأل يقول ما هو أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن عبد الله بارك الله فيك هذه فيها ثلاثة أقوال القول الأول أن أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القول الثاني قالوا أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر القول الثالث قالوا توسط بين القولين قالوا نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ فأول ما نزل عليه من القرآن اقرأ وبعث وأمر بالدعوة يا أيها المزمن يا أيها المدثر فيكون أول ما نزل اقرأ جاءت بعدها يا أيها المدثر بارك الله ولذلك يا أيها المدثر هي أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام بممارسة الدعوة إلى توحيد الله وإلى الإيمان به وإلى نبد الشرك بارك الله فيك أبو أحمد من أبو ظبي يسأل يقول عند أحد أقارب يريد يشتري بيت للسكن والشركة المالكة لهذه البيوت تأخذ المستمسكات وتذهب إلى المصرف ويعني يكون المصرف هو الطرف الثالث ويأخذ المصرف 2% مع وجود طبعا أرباح يأخذ يقول وإذا تأخروا بالدفع يقول ما يغرمون العميل والبيت يبقى مرهون للمصرف يا أبو أحمد بارك الله فيك طبعا مسألة تمويل المساكن من خلال البنوك أو المصارف فيها ما هو جائز وفيها ما هو محرم الجائز إذا كان المصرف يمول المتعامل أو الطالب للسكن بيتا ويكون وسيط بينه وبين المصرف بمعنى أن تكون أصرا العملية قائمة بين العميل وبين المصرف لكن الشركة هي الواسطة وترهن البيت بحيث أن البيت لا ينقل ملكيته إلى المتعامل إلا بعد استنفاذ جميع الأقصاط الشهرية فالذي يظهر بأن هذه الصورة يعني جائزة خاصة وأنه لا يترتب على التأخر تأخر العميل بالسداد شيء من الغرامات وكون تأخذ 2% طبيعي جدا يعني سعر البيت إذا كان 100 ألف والبنك يمول أو المصرف يمول بيكون طبعا 120 ألف مثلا 120 ألف وهكذا فالذي يظهر الصورة التي شرحتها لي أنها لا بأسة بها تفضلي أمت الله برحمة الله لكم السلام تفضلي عندي أربعة سئلات تفضلي سؤاله وليا شيخ يقوله والمؤمن من يموت الروح تاعه تخرج كي الشعر من العاجل المؤمن لما يموت تخرج الروح تاعه كي الشعر من العاجل نعم صحيح وكيف هي الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله يقول ولي الموث كارات صحيح السؤال الثاني يقوله لي دخل الجنة برحمة ربي نعم وكيف في صورة الأنفال لا مش الأنفال الأنعام يقوله ونودوا إلى ربكم ونودوا أن تلكم الجنة آه 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 ورهتموها بما كنتم تعملون نعم طيب فهمت السؤال يا شيخ نعم نعم السؤال الثالث هل هذا حديث يقول الرسول صلى الله لم يتغنى بالقرآن ليس منا طيب هذا حديث يا شيخ إن شاء الله إذا قلت لحديث الآن بس نكمل الأسئلة نعم نعم حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام اسمعت شيخ يقول يقول الغينة حرام ولو تغنوا بالقرآن فرق بين التغنى والغنى طيب ما شرح لك إن شاء الله السؤال الآخر إذا صليت صالات الجنازة وبغيت نجلس في المسجد هل نصلي ركعتين أم صالات الجنازة كيف 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 إذا كنت في المسجد وصليت صالات الجنازة أيوة وبغيت نجلس في المسجد نزيد نصلي ركعتين تحية المسجد تحية المسجد تحية المسجد شاء الله يا أمة الله والديك يا تشيخ الله والديك طيب قبل ما نسيت سبحان الله سؤال للأخ أبو بدر من دبي أبو بدر أنا وعدت أنا أجيب على سؤال أمس سألني حديث لا تسب데ك وعدت إن شاء الله قلت لها الحديث وارد لكن سبحان الله أشكل علي درجة الحديث يا أبا بدر إن كنت تشاهدني الآن بالنسبة لحدث لا تسب وأديك فإنه يوقظ للصلاة حديث صحيح حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمت الله من الجزائر تقول يقولون بأن المؤمن عندما تخرج روحه تخرج مثل الشعرة من العجيل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت سكرات تقول كيف نجمع بين الحديثين أختي أمت الله بارك الله فيك أولا لا تعارض بين هذا وهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت سكرات يعني في حالة الاحتضار الموت له شدة وسكرات وهذه تكفر ذنوب الإنسان هي يعني الله عز وجل جعلها سبب لتكفير الذنوب والخطايا للإنسان فلذلك إن للموت سكرات اللهم هون علي سكرات الموت هذا الأمر الأول لما تخرج الروح نعم آخر شيء بعد سكرات الموت لما تخرج الروح تسل كما تسل الشعر من العجيل وتنزل من يعني تسيل كما تسيل القطر من في السقاء كما جاء في الحديث هذا عند آخر شيء لما تسل الروح بالنسبة للمؤمن ولذلك المؤمن في آخر لحظة من لحظات حياته يريه الله عز وجل الجنة أما الكافر فتغرق روحه في جسده ما يريد لأنه خلص عاين النار عاين العذاب فتنتزع انتزاع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول ولذلك قال جل وعلا والنازعات غرقة هذا في الملائكة تنزع روح الكافر والناشطات نشطة هي الملائكة تنشط روح المؤمن مثل ما ذكرنا تسلها في آخر لحظة كما تسل الشعر من العجيل أمت الله تقول يعني يقولون بأن الناس لا يدخلون الجنة إلا برحمة الله طيب في قول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون تقول كيف الجمع يا أختي أمت الله بارك الله فيك لا شك ولا ريب أن لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام تقول له عائشة وأنت يا رسول الله طبعا لما قال مسألة التزكية قال وأنا إلا أن يتغمدني الله برحمته ولذلك اخت الفاضلة دخول الجنة هذا برحمة الله ليس بكسبنا ولا بكدنا ولا بذكائنا فالله عز وجل هو الذي رحمنا فوفقنا للعمل الصالح ووعدنا على هذا العمل أن ندخل الجنة فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى فالله رحيم بنا رحمنا فهدانا ووفقنا ويسر لنا الأعمال الصالحة ويوم القيامة لما يأتي يوم القيامة يكتشف المؤمن أنه ما عمل العمل اللي يستحق في هذا النعيم الدائم السرمدي الأبدي وقال في الحديث لو أن إنسانا نزل إلى هذه الدنيا يعني من بطن أمه فسجد إلى أن يموت لكان قليلا أمام نعمة الله وأمام ما أعده الله عز وجل له يوم القيامة فالإنسان يوم القيامة يرى عظيم نعمة الله وكبير فضل الله ويرى بأنه لم يعمل العمل الذي يستحق به هذا الثواب وهذا الأجر وهذا الجزاء ولو أنه منذ ولادته إلى وفاته بقي ساجدا لله هذا هو التوفيق بين هذين يا أمت الله أمت الله تقول يعني هل هذا حديث من خلاص ولا ما أجم طيب غدا يا أختي أمت الله باقي لك سؤالين إن شاء الله أجيب عليهم غدا لأن وقت البرنامج انتاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته